صواحي الخير يا دكاترة النهاردة ان شاء الله نحن نشتغل على محاضرة الفارماكو ثيرابيوتيكس دي محاضرة مهمة جدا في الكورس نتكلم عنها حب الاول اتكلم معاكم عن اهمية كورس ربورد واعرفكم بالمنهج والمحاضرة بحيث تبقى الدنيا كلير ونحن لسه نشتغل انا اسمي باكينان ماجدي خريجة سنة 2008 في سنة 2010 اخدت ديبلومات كليناكال فارماسي وبعدين من عين شمس وبعدين خريجة عين شمس اصلا في 2012 اخدت بورد الفارماكو ثيرابي وفي 2014 اخدت البورد اف نيوترشن سبورت والحمد لله الاتنين كانوا في وقت قديم فالاتنين اتعدلوا بماجستير من اول 2009 بشتغل كليناكال فارماسيست بقى لي دلوقتي حوالي 11 سنة اشتغلت منهم حوالي 7 سنين في المركز الطبي العالمي وبعدين رحت المعايد العسكري بقيت كونسولتنطة في كليناكال فارماسي هناك بشتغل في جامعة مصر الدولية من سنة 2012 مدرس مساعد بدرس كليناكال فارماسي كذا كوريكو لم يعني البورد بتاع نيوترشن سبورت في الحقيقة شديني في الاول ان انا اذاكره لانه اولا بورد نيضر بورد نيوترشن اقل كتير قوي الناس اللي بتدخلوا عن بورد الفارماكوثيرابي ثانيا هو بورد سهل مش سهل بمعنى انه هننجح من غير مذاكرة بس سهل ان انت تقدر تحقق فيه سكور وتنجح مقارنة بالفارماكوثيرابي تابيكس تانية خصوصا انه الكوريكولم كله على منهج واحد ماشي بتسلسل نومبر ثري هو كورس لذيذ يعني ليه علاقة بحاجة احنا كلنا بنعملها ليه الاكل وليه علاقة اكتر بمجال الاكل في المستشفيات كمان العينين اللي محتوطين على انابيب بيأكلوا برايل او الناس اللي بتاكل عن طريق تي بي ان والمحالية الواردية اللي هو Total Parental Nutrition وحنشتغل عليه ان شاء الله في الكورس فالشغل ده مفيد جدا وقليلين اللي عندهم اكسبرينس فيه او مذاكرينه وبيتطلب مننا كتير كاكلينيك الفارماسيست وفي الحقيقة هو شغل انساني جدا جدا لانه العينين بيتحجزوا بيعضوا فترات طويلة من غير اكل بيخسوا يعني بيخسوا ارقام كبيرة يعني بعدين هتاخدوا قدام انه عيان السابسيس مثلا لو ما بيأكلش بشكل كويس ممكن يخس في اليوم ربع كيلو مصل فالشغل مهم جدا وادامي واخلاقي جدا وفي نفس الوقت مفيد اوي اوي لأي كلينيك الفارماسيست او اي صيدالي حابب يكون عنده بيزيك نوليج كويسة البورد ميزتها دلوقتي الحقيقة حاجتين نمبر ون انه النقابة بقت بتعتبرنا اخصائيين بعد ما بناخد البورد فبتبقي معاكي بتقول ان انتي ليكي حق تكلمي في التغذية نمبر تو طبعا ده غير ان البورد نفسها شاهدة محترمة جدا وشاهدة البورد بالذات تقيلة لانه مش بس هي معمولة من البورد فارماسي سبيشيالتيز هي كمان معمولة من الاسبن يعني هي شراكة ما بين الاسبن الامريكان سوسايتي اف بيرانترال اند انترال نيوترشن والبي بي اس هي الشاهدة المختصة بالصيادلة اللي عايزين يمتحنوا الاسبن فبالتالي هي مفيدة وفيها صالد بيجروند كويسة جدا والحاجة المهمة انه المستشفيات دلوقتي لو ياخد جي سي آي اكريديتاشن او بتحاول تاخد جي سي آي اكريديتاشن بقى مهمة اوي انه تيم اللي بيشتغل عندها في نيوترشن سبورد يكون بورد سيرتيفايد ففيه كتير ناس بيشتغل في نيوترشن سبورد ولا يلين اوي لبورد سيرتيفايد فبالتالي اللي بياخدها ببوسك الopportunity بتاعته انه هو يبقى موجود في المستشفى ويشتغل الشغل اللي هو بيحبه مش بس يشتغل في قسم التغذية هو ممكن يشتغل ككلينيك الفارمسيست وأنا شايف أن ده شغل ألطف كمان كتير ويكون عنده الباكجراوند دي لأنه قليلين قوي من كلينيك الفارمسيست اللي هم شغالين بيسألوا العين ده بيأكل ازاي مع أنه محاضرة النهاردة مثلا فيها انتل اكشنز كتير قوي لي علاقة بالأكل في تزبيطات لجرعات مثلا زي البروبوفول بتتزبط أكوردنج للأكل اللي العين بيأكل أو العكس الأكل بتزبط على جرعة البروبوفول الحقيقة في تدخلات كتير ما بين أدوية كتير وإلكترولايتس وما بين الأكل فبالتالي مفيد جدا جدا أنت تكون فاهم إيه اللي بتعمله وطبعا الفورميلة كلها اللي موجودة في السوق قليلين اللي فاهمين هي إيه وبتطلع لإيه فدي حاجة مفيدة الحلو كمان أنت مش بس هتنصف أكل للناس في مستشفى أنت حيبع عندك باكجراوند حلوة لو وده المميز عن أنت تعمل البورد يعني ده المميز في البورد عن أنت تشتغل في التغذية بشكل عام أو تدرس أي بورد أي يعني أي منهك تغذية تاني إن حيبع عندك صالد باكجراوند كئيلة ليه علاقة بدراستك صيدالي هتزود عليها وتبقى عارف مثلا عيان السكر إزاي بيزبط أكله مع السكر مع الإنسولين عيان الليفر البروتين ريكوارمنت بتاعته عاملة إزاي عيان الفشل كالوي بنتعامل معها إزاي ده غير المعلومات الطبيعية التانية اللي حتبتدي تاخد عنها فكرة مش هقول إنها فكرة مفصلة قد ما هي فكرة عامة زي مثلا سبورتس نيوتريشن الناس ويراحت تمرين بتاكل إزاي الأطفال وقلبان الأطفال اللي بنستخدمها عاملة إزاي البرست فيدنج الكونتين بتاعت الفيتامينز اللي موجودة فيه الماكرو نيوتريدس اللي موجودة فيه أو الكالوريز اللي ممكن أقدر إديها البيبي والبروبر برست فيدنج في معلومات تانية لطيفة جدا هنعدي عليها من غير تفاصيل دقيقة يعني هنعدي عليها جانوري بس بشكل عامل الكورس قوي لأنه معتمد على المنهج بتاع الأسبن الكور كوريكلم 2017 آخر ننصخة للأسبن وكتاب البات كور اللي برضو منزلها للأسبن فالكورس لطيف وفي نفس الوقت مفيد جدا علميا وفي مجال الشغل فهو بيفتح باب زيادة لفرص العمل في المستشفيات لو أنت بورد سيرتيفايد طيب الكورس بيكون من إيه؟ الكورس حبارة عن جزء ليعلاقة بال بالبيزيكس يعني الفيتامينز الماكرو نيوترينز الأنرجي ريكوارمنز بتاعت الناس عاملة إزاي؟ في جزء تاني أو موديول تاني وإحنا بتسمي دايما الجزء موديول في موديول بيكلم عن أمراض محددة بنبتدي ناخد كل أسبوع مراضين مثلاً الليبر وبانكرياتايتوس مثلاً الجي آي الجي آي ديزيز مثلاً يوم بنتكلم مثلاً عن نيورولوجيكال برولمز أو المشاكل اللي ممكن نشوفها في رعاية مخوأعصاب أو في الجراحة طبعاً المشاكل اللي هي علاقة بالأكل وتصبيت الجرعات فبنمشي في الأمراض لغاية ما بنخلصها وبعد كده بننقل على جزء الأطفال بناخد فيه كذا طابك لطيف طابكس ريليتل الأنوريكزيا نيرفوزا الفات دايتس زي ما قلنا سبورتس نيوترشن الملك فورميلا وغراف أساسمنت بتاعت الأطفال والبرسنتايلز حاجات لطيفة وبعدين بننقل لجزء بقى ناند تيرابيوتكس يعني جزء مش طبي قد ما هو مكمل ومهم الامتحان البورت لعلاقة بالفارماكو ايكيناميكس كلينيكل ترايلز الشغل بتاع التأمين الصحي برا في أمريكا وازاي بيصرف على الأكل ايه الحاجات اللي بيصرف عليها وإيه لا لو عيان هياخد تي بي أن أو عيان هياخد تيوب فيدينج وهكذا لطيفة ان احنا عندنا كل المنهج متقسمة 4 موديولز أو 3 على حسب تصبيته تجادور الموديول في أخره بيبقى فيه ريفيجن عبارة عن كيسز بنحلها مع بعض ومنطبق وفي نفس الوقت بيبقى أخره امتحان فإذا أنت يعني حطت الموضوع في دماء لك وملتزم من أول يوم هتلاقي نفسك خلصت وجاهز وقدر تدخل امتحان البورد إن شاء الله كتير دخل امتحان البورد من 2014 من ساعة أنا بقيت سورتيفايد لغاية دلوقتي هنا في اكتف الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله نثبت النجاح متى كدت تكون 100% يعني أنا فاكرا أنه واحد بس منهم كلهم اللي للأسف ما نجحش أول مرة وتاني مرة جاب أعلى سكور ميدل إيست فالنجاح أنا مش بقول إنه سهل هو بيحتاج شغل المذاكرة بس إن شاء الله فرص النجاح تبقى أعلى كتير قوي من بوردز تانية كتير النهاردة المحاضرة بتشتغل على إيه بتشتغل على الفرماكو تيرابيوتيكس يعني الانتراكشنز اللي ممكن تحصل مع الأكل ومع الأدوية إيه الأدوية اللي ينفع تبقى تطحن التابلت اللي ينفع عملها كراشينج ويديها على الأنبوبة وإيه لأها إيه الكاتسولز اللي ينفع تتفتحوا إيه لأها الـ proper administration بتاع الـ intravenous preparations مع بعض الـ incompatibilities اللي متحصل ما بينهم الأسئلة اللي نتسئلها دايما من التمريد اللي علاقة بإنه أنا فتحت فيل الراسفن الباقية هيتريني ولا يتحط في التلاجة إزاي يجيب معلومات الـ stability دي فهي معلومات مهمة ليه علاقة بالصيادلة وما بتعملش resistance يعني إنت لما بتشتغل عليها ما بتحسش ومثلا بيبقى فيه recommendation تقيلة حتقولها وخايف ما تبقاش مؤهل تقولها لا هي حاجات فكور شغلك وفكور دراستك بالذات السيوتكس وبتبقى مفيدة جدا للتمريد وبيحبوا يعرفوها فتعالوا نبتدي المحاضرة مع بعض فرماكو تيرابيوتيكس اللي هي الفود دراج انتر اكشنز وخليني قبل ما اشتغل معاكو أكتر في موضوع الدراج انتر اكشنز مع الرايل ومع تي بي ان أعرف لكو إيه أنواع الانتر اكشنز أو التفاعلات اللي ممكن تحصل ما بين الأكل وما بين الأدوية بشكل عام لو بذر الأكل ده بقى أنا باكله عادي عن طريق المعدة والدنيا سليمة وكل حاجة من غير أنبوبة أو لا هم خمس أنواع من الدراج انتر اكشنز مع الفود النوع الأوليني بنقول عليه فيزيكال انتر اكشن وخلمة فيزيكال معناها أنه في حاجة فيزيكال أنا شايفها بعيني في علامات قدامي للتفاعل يعني مثلا ممكن جدا أحط الدواء مع أنبوبة الرايل ألاقي الأكلة سد وأنبوبة سد أنبوبة الرايل دي حاجة فيزيكال أنا شايفها بعيني ممكن مثلا أضيف الحديد على إزازة الليبيتز ألاقي إزازة الليبيتز فصلت اللي بنطلع لفوق وفيه مية ده بيسموه فيزيكال انتر اكشن زي مثلا الترسيبات كل ده فيزيكال انتر اكشن الفورمولة بتاعة الـ EN لو كالكعت فورمولة الرايل كالكعت وسادة التوب بيورو عليها كيرد لينك كتوبة قدامكو هنا بالذات البروتين بالذات لما يكالكع بنور عليه كيرد لينك كل ده فيزيكال انتر اكشن اللي أنا شايفها ده أول نوع من الـ INTERACTIONS تاني نوع من الـ INTERACTIONS بنور عليه فارماسوتكال انتر اكشن يعني ايه فارماسوتكال انتر اكشن؟ كلمة فارماسوتكال يعني دوزتش فورم اتغيرت يعني ايه دوزتش فورم اتغيرت؟ يعني مثلا أنا كنت بدي العيان ده تجريتول سي آر ممتد المفعول عشان اتدي العيان ده على الرايل اضطريت ان انا اطحن القرص فدمرت اللير اللي كانت معمولة وبتحافظ على الـ release بتاع الدواء فما بقاش سي آر خالص فكده نقدر نقول ان الـ dosage form بتاعت الدواء اللي خبطت المشكلة دي ما نعتبرهاش مشكلة فزيكال لان انا ما بقدرش اشوف بعيني الـ release بتاع الدواء جوا الجسم بنقول عليها فارماسوتوكال لانها ليه علاقة بالسيوتيكس ليه علاقة بالـ dosage form اللي انت كنت داخل بها مع العيان مثلا دواء سابلينجول بتدين العيان يتحط تحت اللسان المفروض ان هو بيتحط تحت اللسان فالامتصاص تحت اللسان بيبقى عالي جدا 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 وبيتتمتص كويس جدا لو العيان بتاعي ده نائم ومتركب له امبوبة مش هديوله تحت اللسان هتحنو وديوله على الامبوبة هيروف المعدة اكيد الامتصاص بتاع الدواء مش هيبقى زي الاول فمش هيجب نتائج كويسة زي الاول الاكزامبل ده مش هور جدا جدا لما الناس بتاخد مينيرين في دواء في السوق اسمه مينيرين وانا اصف ان انا عندي زكام فالادوية طالع اسمها حاجة تانية خالص المينيرين هو دواء بنديه للناس اللي عندها تباول بنسبة كبيرة او بوليوريا او تباول لايرادي بذات المرضى اللي نايمين في السرير بقالهم فترة في غيبه وفيه منه في السوق نوعين فيه مينيرين عادي المفروض انه هو 100 ميكرو جرام اقراس وفيه حاجة جديدة لسه طلعة 60 ميكرو جرام بالضبط يا دكتور اسمها مينيرين مالت هي معمولة ان هي بدوب جوه البق فالامتصاص بيبقى عالي جدا فما بيردوش يدي 100 ميكرو جرام بيدي 60 بس لانه الامتصاص كويس اللي بيحصل انه في المستشفى بنطلب المينيرين الصيدلية بتطلعين الملت بمتحن المينيرين ملت بالغلط ونديل العيان طبعا هم 60 اقل كتير من المية لما يوصلوا المية ده مش هيوصل منهم اكتر من 30 او 40 فتلاقي العيان ده بياخد مينيرين بجرعات كبيرة بس مش جايبة مع نتيجة وبيجيب بول كتير جدا ليه لانه انا ماخدتش بالين فيه فارماسوتكال انتر اكشن فيه مشكلة ثلاث نوع من الانتر اكشن بول فارماكو كايناتك اي حاجة ممكن تغير كايناتكس بتاعت الدواء بسبب مشاكل الاكل زي مثلا الناس اللي ما بتكونش كويس فالالبيومن نسبته بتقل عندهم في الدم لازم حضرتك تتوقع انه لما نسبة الالبيومن تقل في الدم الديستريبيوشن بتاع الادوية في الدم هي تلاقض ده بنقول عليه drug nutrient interaction لازم برضه تتوقع انك لو بتدي العيان ده مثلا اكلات مثلا حمضية بشكل كبير في بعض الادوية الاكسكريشن بتاعها هيبقى سريع جدا ومش هتغط في الجسم ده برضه بنقول عليه فارماكو كايناتك انتراكشن لانه ليه علاقة بالكايناتكس بتاعت الدواء في الجسم الابزوربشن كمان بنشوفه بشكل كبير جدا مشاكل في الابزوربشن يعني مثلا ادي العيان ده مثلا زينك اغراس وانا اساسا بديله حديد جوه الاكل طبيعا هيحصل الانتراكشن على الابزوربشن سايت وهيقل الانتصاص بتاع الحديد ده بيقول عليه كل ده طبع الكايناتكس الاكزامبلز دي للفهم لو مطلوب تحفظوها ولا مطلوب تعرفوا انواع الانتراكشن ولا حد عمره هيسألكوا عنهم احنا بس بنعمل انتراكشن حلوه قبل ما ندخل في الموضوع طيب رابع نوع هو الفرماكو دايناميك انتراكشن يعني ايه دايناميك؟ يعني الدواء بيشتغل ازاي جوه؟ يعني مثلا انا مثلا ممكن ادي العيان ده انتيبيوتك بيحرم البكتيريا من الفوليك اسد زي مثلا السيبترين كل السلفة في نفس الوقت ادي العيان ده فوليك اسد اقراس او طبع الاكل في فوليك اسد طب ما انا كده لخبطت البكتيريا اديتها الفوليك اسد وفي نفس الوقت جاي يحرموا من الفوليك اسد فلخبطت الدنيا ده انتراكشن بس بيقول عليه بايناميك انتراكشن لانه ملوش علاقة بالكيناتكس ليه علاقة بالشغل الدواء او بطريق عمل الدواء قريب منه قوي بقى الفرماكولوجيك الانتراكشن الفرماكولوجيك الانتراكشن معناها ان الفرماكولوجي بتاع الدواء عمل سايد افكت اثرت على الاكل يعني ممكن حضرتك تاخد اوبيويدز كمسكة الاوبيويدز بتعمل كونستيباشن فاطلخبطلي انا لامتصاص الاكل والتعامل معاه ده دي اسمها فرماكولوجيك الانتراكشن عشان ليه علاقة بالسايد افكت بتاعت الدواء اللي تاخد لغاية هنا انتو تمام الناس لما تجي تذكر التوبيك ده تذكروا من الورق افضل لان الورق مجمع نسختين الكتاب الالفين يعني كزا نسخة من الكتاب على بعض النظام ده مش هتلاقوه موجود في الورق افصاري في كتاب هتلاقوه مطلخبط شوائي فالناس طبعا اللي بتحب الكتاب تبتدي تقرأ الكتاب بعد ما تخلص الورق تذكر كويس من الورق بعكد تقرأ الكتاب في الشابتر ده بالزيد طيب بالنسبة للفيزيكل انتر اكشنز احنا خلاص اتكلمنا عنها احنا حكينا على كل نوع من الانتر اكشنز وهتلاقوه مشروح هنا كلام اكتر عن الانتر اكشنز بس عايز قابلي معاك وكذا كونسبت مهمين عشان وانتو بتشتعلوا بعدين تفتكروه انت كراجل بتاع نيوترشن سبورت فارمسي فيه معلومات لازم تبقى عارفها كويس كلها مكتوبة في الورق ما تقلقوهش دمرة واحد لازم تبقى عارف ان الفورميلة اللي بتأكل بيها العيان عن طريق الرايل ممكن تسد الانبوبة اكتر كنتنت فيها ممكن يسد الانبوبة هو الفايبرس تاني كنتنت ممكن يسد الانبوبة هو البروتين وايه وايه هتفتكر انك لو خففت الفورميلة الكلكعة او الانسداد هقل محدش يخفف الفورميلة ابدا الفورميلة محدوط لها الشركة حطلنا كمية مياه المفروض تتحط عليها بتتحط زي ما هي بالزلط تخفيف الفورميلة بيعوك الدنيا اكتر متكلكع اكتر جوه حاجة كمية مهمة اي دوة ممكن تدي مع الرايل لازم تاخد بالك بذات لو دوة ده شرب من البي اتش بتاعه الادوية الشرب اللي محدود فيها سوربتول اغلبها بتبقى بايزيك في ادوية تانية هتلاقيها اسيدك خد بالك ان البي اتش ده ممكن يفرق جدا جدا مع الاكل يعني مثلا الاسيدك بي اتش بيخلي البروتيني كالكع فلازم تفصل كويس ما بين لازم تفصل كويس ما بين الاكل وما بين الدواء ولازم تعمل فلاشنج كويس ما بينهم بكمية مياه محضرة طيب ده اول كونسبت عايزاكو تبنوه تاني كونسبت النهار ده لازم لبنيه اذا لقيت الدواء بتاعي بيعمل انتر اكشن مع الرايل يعني مثلا اي دواء بطحنه وبديه مع الرايل عمل مشكلة زي مثلا في نايتوين من الادوية اكتر ادوية بتسد الانبوبة هي في نايتوين تقريبا مغزم العيانين بياخدوه في الرعاية علشان الخاطر بيبعندهم تشنه جيت الفنايتوين لو انت عايز تغيره من الاور الروت لازم تبقى حافظ كونسبت مهم قوي ما تستسهلش الاي في يعني مش معنى ان الاور الروت عامل لي مشاكل ان اول حاجة افكر فيها ان يبدله باي في خلي نايمة الاي في اخر اوبشن العالم كله بيغير من الاي في للاورل علشان يقلل المايكرو بكتيريال مش ممكن يبقى العالم كله بيتحاول الاحسن وبيدي الادوية اورل وانا كله بفكر فيه ان استسهل ودي اي في ما تعملش كده فيه روتز كتير قوي لازم تفكر فيها انت صيدالي يعني ممكن جدا تفكر انك بدل ما تدي الفنايتوين اورل ان انت تدي اي ام في منه عضل بس طبعا لو هتدي اي ام لازم تاخد بالك انه العيان ده ما يكونش بياخد ادوية سيولة لانه لو بياخد ادوية سيولة كل يوم مع حقن العضل كل يوم حيحصل المشكلة في العضلات حيحصل فيها ماتومة يعني هينزف جامد منك او حي يعني العضلات هتكالكع وحيبقى فيه زرقان والدنيا مش هتمشي حالا انما العضل اوبشن كويس فيه كتير فعلا رعيات مخ واعصاب ماشيين دايمن الفنايتوين اي ام خصوصا ان الفنايتوين من الادوية وده مكتوب وره ما تقلقوش من الادوية اللي بتحتاج ان انت تبعدها عن الاكل عن طريق الانبوبة على الاهل ساعتين ساعتين قبل الدواء ما تديه وساعتين بعد ما تدي الدواء او ساعة وساعة فاحسن تقدير فانت بتتكلم على انه بيعطل الاكل فترة طويلة يعني لو عيان ماشي مثلا على كنتينيس انفيوجن من الاكل كل مرة هتديله فنايتوين هوقف الانفيوجن ساعة قبل وساعة بعد يعني ساعتين العيان ده لو بياخد الفنايتوين ثلاث مرات في اليوم حضرتك بتتكلم في ست ساعات واعين من الاكل يعني ربع الوجبة ربع كالوريز راحت فالتفكير دايما يبقى في الروتس التانية واحنا كنساعد لا نظر نتصرف مثلا ممكن ساعت تلجأ للسبكوتينيس روت يعني بدل ما تدي العيان ده مثلا نايترو جليسرين أورل ما تروحش على طوله وتفكر انك تدي نايترو جليسرين اي في لانه المفروض ما نروحش لل اي في بسرعة فكر في الساكوتينيس ما تلزق له لازق نيترونال يتلزق على سدر العيان تجيب النتائج من غير مشكلة من غير انتراكشن مثلا فكروا كتير في الراكت الروت احنا ما بنستخدمش اللبوس كما يجب فيه لبوسات كتير قوي بتجيب اكشن لطيف وبتبعد مشاكل المعدة عن العيانين ممكن نبدل فيها سوري انا كنت بتكلم عن الترانس ديرم الروت وانا بتكلم عن النايترو جليسرين مش الساكوتينيس انا اسفه فيه مثلا بدايل في السوق ممكن الواحد يستخدمها ويبعد عن المشاكل خالص انه ممكن تحصل مع الرايل وهناخد اكزامبال دلوقتي مع معادي يبقى احنا دلوقتي بنبني كونسبتس حضرتك يا صيدالي ليك علاقة من نيوتريشن لازم تبقى عارفة اتكلمنا عن ايه دلوقتي عن كونسبت مهم ليه علاقة لو فيه مشكلة في الدواء مع الاكل وبيسد الانبوبة من فضلك لو هتغير الروت ما تجريش على الاي في حاول على قد ما تقدر تفكر في الاوبشنز التانية الدوسيتش فورمز التانية اللي موجودة من الدواء ساعات بيبقى ممنوع اننا نطحن القراس ولو ممنوع تطحن القراس بيبقى الدواء الشرب اسهل والطف وحل مثالي الدواء الشرب دايما لما بنيجي نحضره بنحاول نحضره بالكتير مع خمسة ملي مية مثلا لو هندي على الانبوبة لو اديته حضرتك في مية اكتر من كده بيقف على الانبوبة وبيترسب فبالكتير بنخفيف الخمسة ملي مية بتحس ان انت عامله كده في صورة يعني حاجة تكون عامل شبه الصوص شوية يعني تقيلة الصوص التقيل ده احنا بكسيادلة بنقول عليه كلمة سلوري سلوري يعني الدواء اتحل بمية قليلة فالفيسكاسي او اللزوجة بتاعته لسه موجودة في عامل زي الصوص ده معنى كلمة سلوري فانا لو الدواء بتاعي ما ينفعش يتحط طحن اكتر حاجة افكر فيها ان انا اجيب الدواء الاورل اللي هو الشراب واعمله في صورة سلوري احضره بشوية مية قليلين وديني العين دي احسن حاجة لو مش قادرة استخدم الدواء الشورب غصب عني بقى هتطره ألجأ للايه لللبوس او الاي ام او السابكوتينيوس او المتاح طب انا امتى مقدرش هدي الدواء الشورب لما كنا خايفة من الاسهال لان احنا اخدنا مع بعض ان الادوية الشورب فيها سوربيتول كونتنت عالية السوربيتول بيعمل بايرية فساعاتها غصب عني لاني مش حقدر استخدم ادوية شورب و كميات كبيرة عشان العيان ميتكلش في اسهال كبير طيب اقلبوا معايا كده بعد شوية الكلام اللي اتكلمناه وتعالوا نبني كونسبت جديد مع بعض الكونسبت اللي انا عايزة ابنيه معاكو وده مهم جدا لكا صيداري ان حضرتوا اكتبع عارف ايه القراس اللي ينفع تطحن وايه القراس اللي ما ينفعش تطحن ايه الكابسولات اللي ينفع تتفتح وتتاخد على الرايل او على العصير وايه الكابسولات اللي ما ينفعش تتفتح وفي الحقيقة احنا مش هنحفظ اسمية ادوية الليست موجودة ممكن تاخدوها بس انا عاوزيكو تبنوا كونسبت تعرفوا السبب ليه ده بيطحنوا وليه ده لأ وبالتالي حضرتكو تتصرفوا في كل حالة على حسب الظروف اللي قراس اللي ما بيصنعوها دايما بيحطوا المادة الخام ومعاها دلوينت حاجة قطبر حجمها شوية زي اللاكتوز مثلا وبعدين بيحطوا في الاخر بيكبسوها ويعملوا لير في الاخر طبقة خارجية على حسب نوع الطبقة الخارجية هنقرر اذا ينفع نطحن الدواء ده ولا لا اشهر طبقة خارجية بتتعمل على الادوية هي الفيلم كوت الفيلم بيتعمل لكذا سبب ساعت بيتعمل عشان الدواء ده فوتو سنسيتف ساعات بيتعمل علشان الدواء طعم وحش ساعات تانية بيتعمل علشان تعرف شكل الدواء لو مثلا بتاخد ماريفان واحد ملي وماريفان اتنين ملي يبقى العيام فاكر ان القرس ده لونه بمبة القرس ده لونه ازرق فما يلخبطش يبقى لا اما عشان فوتو سنستيفتي يا اما علشان تايست يا اما عشان الركوجنيشن عشان اعرف القرس ده مين طيب لو الموضوع ان القرس معمول باللون معين او فيلم علشان بس الركوجنيشن وعشان تتعرف على شكله مفياش حاجة مطحنه وابقى متأكد ايه هو قبل مطحنه وخلاص لو المشكلة ان يخايف ان طعمه وحش مفياش حاجة مطحنه لان انا حديه على الرايل العيام مش هيبلعه او لو حد هيبلعه يخدم معلقة عسر والموضوع هيخلص يبقى انا طالما فهمت السبب بتاع الكوت اقدر اعرف اذا كان ينفع اطحن التابلت وبوز الكوت ده او لا طيب حضرتك افرد الده بفوتو سنستيف مفياش حاجة برده اما تطحن الفيلم اصلا انت مش هتطحنه وتفضل تتماشى بيه في الشمس انت بتطحنه هتحله وفي ثانية هتديل العيان وبرده هتحله في كمية مياه متكونش كتيره حنحضره في صورة برده سلاري واحنا بنتديل العيان فمفياش حاجه يبقى الفيلم كوت التابلت اغلبها ينفع اطحنها لانه السبب بتاع الفيلم كوتنج بسيط مش هعمل مشكلة لو اطحنته الازمة الحقيقية بتبقى في الادوية الى انا متحكمة في الريليس بتاعها من اللير ساعات الكنترولد ريليس بتبقى تابلت وساعات بتبقى كابسولة يعني مثلا ممكن تبقى كابسولة زي اللي حضراتكم شايفينها في الصورة بتخرج حبيبات بلون معين الاول وبعدين تخرج حبيبات تانية بلون معين الاول على حسب الجرعات اللي المفروض تدخل للعيان واحدة واحدة طبعا دي استحالة ان انا افتح الكابسولة واستحالة ان انا اطحن طبعا لانها تبوزها الدواء بدل ما يتخد ويعيش معايا بس ان 24 ساعة هتلاقيه في اول ساعتين كله تحرق وبردو لو التابلت اللير المعمولة حواليها علشان يبقى كنترولد ريليس ممنوع تطحن لانها لو اطحنت مش هطلع الدواء بالراحة الحديثة control release دايماً تلاقوا ليها suffix يعني بتنتهي بحرفين مشهورين مثلاً دايماً نشوف XL, SR, LA بنشوفها كتير النهايات دي كلها حتى لما بنيجي نفهم التمريد بنعرفه من النهايات دي معناها أنه داو ما ينفعش الطح طبعاً النهايات دي هيها معنى للصيادلة يعني اللي حابين يفتكروا الموضوع فأنا حطيت الجدول مش للحفظ طبعاً الناس اللي حابة تفتكر ومعنى كلمة controlled release يعني ايه وبيفكرك يعني ايه long acting ويعني ايه sustained release والحاجات دي كلها أنا حطيتها لكم بس للذكرى يبقى احنا اتفقنا لو فيلم coated هتحنوا إنما لو controlled release مش هينفع هتحنوا طيب افرد الدواء دا intercoded يعني ايه intercoded يعني أنا بحمي المعدة منه اه سوري بحميه من المعدة المعدة بتطلع حامض HCL وأنا خايف الحامض دا يدخل عالدواء بوازه خالص فبعمل الطبقة تحمي الدواء أشهرها البوسكوبان أكيد سمعين عن البوسكوبان اللي هو الهيوسين بتاع الماغس البوسكوبان دايماً intercoded لأنه المعدة لما بتقابل الهيوسين بتكسره بوازه خالص ما بيجيبش نتائج طبعاً طالما اللير دي معمولة عشان أحمي الدواء من المعدة يبقى طبعاً مش لاجك أبداً أن أنا أطحنها لو أنا مضطر جداً جداً أن أنا أطحن اللير الـ intercoded دي يبقى لازم الدواء ده أحطه في بايكربونات بحيث يبقى مغلف بالالكالين pH لغاية ما ربنا يكرمه ويعدي من المعدة بس دي أنا ما بعملهاش بمزاجي في أدوية معينة بيبقى مكتوب في البامفلت بتاعها ينفع تتحن وتتغلف بالبيكربونات أغلب الأدوية دي هتبقى أدوية الـ protein pump inhibitors أدوية المعدة بتاعة الحموضة بالزيت الـ protein pump inhibitors هتلاقوا في منها كتير ينفع يتحل بايكربونات ويتاخد وتتحن عادي غير كده ما ينفعش أنا من نفسي أطحن أي intercoded tablet نتفق على حاجة كمان نحن دلوقتي عرفنا الفيلم coated يتحن عادي الـ controlled release ما يتحنش خالص الـ intercoded ما يتحنش برضو ولسه قيل لكم ان فيه protein pump inhibitors بيتكتب عليهم انه ممكن يتحضروا بايكربونات عشان نحميهم من الـ acidity بتاعة الـ stomach بصراحة الشركات بتاعة الـ protein pump inhibitors مشكورين تساعدونا لأنه فيه عينين كتير قوي بتاخد protein pump inhibitors على رايل كل العينين تقريباً على رايل بياخدوا protein pump inhibitors فلازم يبقى فيه protein pump inhibitors available نديه لهم فحتلاقوا يا جماعة انه فيه حبيبات بتتباع في السوق من بعض الـ protein pump inhibitors بس للأسف مستوردة الحبيبات دي معمولة انه ينفع هي نفسها يتحط عليها مية ودخلها في الأنبوبة عادي مش هتسد الأنبوبة لأنها حبيبات صغيرة جدا عاملة زي لو تفتكروا لبان تشيكلتز كان زمان بيعمل لبان تشيكلتز كان زمان بيعمل لبان تشيكلتز قوي 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 ده اللي هو الواحد كان بياخد منه كتير كبشة ما بيكلش منه البانة ده معنى كلمة pallets او حبيبات زي اللي انتو شايفينه قدامكم في الصورة الحبيبات دي بتحضر بالمية وبتحافظ على نفسها في المعدة وبتتفتح وقت ما يكون المفروض ان هي تتفتح طبعا دي فكرة عظيمة وفي الحقيقة شركات بتاعة البروتون طانب انهيبتورس عاملة برضو أصناف من بعض البروتون طانب انهيبتورس بينفع ان هي تتطحن عادي او تتحضر تبقى شرب اساسا وتتاخد عادي او تتحط مثلا على شوية مية او على ابل ساوس وتتاخد عادي طبعا برا بيقولوا تدوها على ابل ساوس هنا في مصر ابل ساوس ده بيتباع بس للناس اللي بتعمل كيكايت وكده وغالي جدا فنحن عمرنا ما بنحضر الدواء على ابل ساوس في الحقيقة ان شاء الله في محاضرة المراجعة حديكوا جدول بالبروتون بومب انهيبتورس ده جدول مهم هيتذكر للناس اللي دخل امتحان البورد الجدول ده فيه بروتون بومب انهيبتورس انواعها مين فيهم مين فيتحنوا لا ومين اللي يتحن ويتحضر زي هيبقى ان شاء الله هنستخدمه في كيس من الكيسز اللي هنحلها الاسبوع الجاي فان شاء الله تستفيدوا بيها طيب احنا كده بنينا مع بعد كذا concept وعرفنا ايه اللي بيتحن وايه اللي ما بيتحنش وازاي نقدر نحدد الدو ده يتحن ولا لا الصورة اللي قدامك دي انا عملتها سنة تقريباً 2010 كان عندي كنت لسه بقى عارفة ايه الادوية اللي بتتحن وايه لا ولميت الادوية اللي في المستشفى عندي اياميها اللي كان ينفع تتحن وعلقتها للتمريد سوري ايه اللي ما ينفعش تتحن وعلقته لو حضرتك عاوز تعمل ده دلوقتي وتحضر لستة ليه علاقة بالمستشفى او بالمكان اللي حضرتك بتشتغل فيه الموضوع سهل هنعمل ايه هنفتح ويب سايت اسمه مكون من اربع حروف اسم بي اسم بي institute of safe medication practice الاسم بي ده ويب سايت امريكاني هي مؤسسة امريكية ليه علاقة بالسافتي بتاعت الادوية بشكل عام هتلاقو فيها كل معلومات كتيره related to safety بتاعت الادوية الادوية ال high alert مثلا دايما ينزلوا عنها نشرات الوبويدز وتعامل معها الادوية اللي ينفع تبقى CRUSHT والادوية اللي ما ينفعش تبقى CRUSHT الاسم بي بتنزل لستة لطيفة جدا بالادوية اللي ينفع تبقى CRUSHT والادوية اللي ما ينفعش تبقى CRUSHT واللستة دي مزيتها انه بيكتب على الأدوية السبب ليه ما ينفعش عمله كراشنج فيه دواء ممكن يقولك أنا ما ينفعش عمله كراشنج عشان طعم وحش لو حضرتك مزنوق دي للعيان عادي وهو طعم وحش ما أصلي العيان مش فاهم ما بيدوقش فالميزة إن فيه سبب فنقدر أخذ قرارات لما تلاقي إن الدواء ده ما بيتخذش مثلا بسبب إنه هو إيرتنت يعني بيتعب المعدة نفياش حاجة لو اديته وفي المقابل مثلا اديت لعيان ده دواء للمعدة ما فياش حاجة لو حولته البوس مثلا بالذات النونستيرويد لزي النسكينات دي ما فياش حاجة لو حولته البوس الناس بتمبسط جدا من البروفينيد لبوس ومن الاندوميثاسين لبوس والفولتارين لبوس الحاجات دي يجيبنا تاكي حلوة جدا بالذات لو الألم في نص البرت فليه ما نعملش كده افرد الدواء ساستيند ريليز خلص دي أنا أفهم أني ما ينفعش أطحانه لازم أبدله التجريتول مثلا سي آر بيتبدل بتجريتول وبنغير الجرعة الكارديورا إكس إل بيتبدل بالكارديورا العادي وبنغير الجرعة أنا بقى بشغل موخي في الموضوع يعني مثلا فيه فاستريل أم آر في السوق ما يفعش يبطحن عشان هو أم آر ممكن أغيره بمادة تانية فيها تراي ميتا زيدين وديها ما تكونش أم آر يعني أغير بقى التغييرات طروا ما أنا فهمت دايمايكرين أم آر هيتغير دايمايكرين وهنزبط الجرعة لو حضرتك كلينيكل فارمسيست أساسا واخد فارماكو ثيرابي وعرف الجرعة بتتزبط إزاي بقى كويس هتزبطها وهتعمل دمعة دكاترة لو حضرتك مش عارف ده وشغلتك ميليو نيوتريشن هتنبه الصيدالي كلينيكل وحيعمل دم ديلك أو هيعمل ده معاك زي ما اتفقنا الأدوية اللي ما بينفاش تطحن عشان طعمها وحش لا ما فيهاش حاجة لو تحضناها طالما العيان unconscious ساعات في أدوية بيقولك ممنوعة تطحن عشان هي بتطلع أبخيرة ممكن تكون توكسك أو ممكن تكون تراتوشانك مثلا على واحدة حامل زي بالذات الكيماوي لما بنيجي نتحنه أو نفتحه وبينخاف على الحوامل في الحقيقة أنا في الظروف اللي زي دي لما بيكون عندي عيان في الرعاية ومحتاج الدواء ضروري بقولهم تحنوا عادي بقولهم افتحوا عادي والبسوا ماسك يعني أنا أقدر أتصرف طالما فهمت السبب بتاع أني ما ينفعش أتحنه فأتحنه وأنا مثلا في الجهاز بتاع اللامنر ببقى متأكيدة أن الأبخيرة مش هتعدي علي أو أحط كمامة واشتغل عادي ما فيش حال ده منظر أنا أخدته من الليستة بتاعة الـ ISMP اللي حط فيها الأدوية وقصدها السبب أن الدواء ده لا يتحنش طلعوا بقى أنتوا من ضمن الأدوية دي الأدوية اللي تخصوكوا أنتوا في المستشفى بتاعيكم وعملوا الليستة الخاصة بيكم طيب لغيت هنا جماعة الموضوع ماشي كويس تمام تمام يا دكتور عبد الفتاح تمام يا فهمت طيب يعني ممكن ربنا يكرمنا إن شاء الله النهاردة ونخلص بدري البارت اللي جاي ده بيشرح الفارماكو كيناتك انتر اكشنز اللي أنا شرحته معاكو في الأول في المقدمة بتاعة الـ chapter ده بصراحة مش عايزاكو توجاهد مخكو قوي إن انتوا تقروا الكلام ده لأنه في الكتاب متكلم كتير قوي عن الموضوع وللأسف إحنا ما عندناش ديتا كتير عن الفارماكو كيناتك انتر اكشنز لأنه أغلبها ما بتعملش عليه studies كفاية ما بنعرفش حصل absorption بنسبة قد إيه للدواء فمش عايزاكو تبزيلوا فيه مجهود لازم خلينا نركز في الحاجات اللي أنا بقولها أكتر هستفيد بيها أكتر اقروا بس الكلام اللي أنا معلمة عليه بالأصفر لو وقتكو ده يقوي يعني طيب أنا بقلب الحاجات بقلها ما حكيتلكو عنها سعيد يا جماعة مهمة قوي إن أنا لو العين بتاعي مركب أمبوبة وهياخد أدوية على الأمبوبة مهمة إن أنا أسأل الأمبوبة دي مكانها فين متركبها فين يعني مثلاً إفرط حضرتك الأمبوبة بتاعة العيان متركبها في الإنتستن ما بتعديشها للسطومك هل ينفع إن أنا أدي أدوية محتاجة للسطومك في الأبسوربشن بتاعها؟ أكيد لأ لأن كده الأدوية مش هتلاقي استومك مش هتلاقي أسيديتي مش هتعرف تنتص في أدوية مش هتلاقي محتاجة للسطومك بإنتستن خالص زي مثلا عيلة الفلوروكينولونز كلهم هتلاقوهم مكتوبين في اخر المحاضرة هنا ومشروح انه في انواع من الفلوروكينولونز زي مثلا سيبروفلوكساسين ليفوفلوكساسين أوفلوكساسين الحاجات دي امتصاصها بيبقوا قليل جدا لو ديتها للعيان على جيجيناستومي مثلا او على ديوديناستومي بيبقوا محتاجين ان انت تديهم على سطمك على جيستروستومي او على ني جي تيوب على نجي تيوب عشان تستفيد منهم بشكل كويس فحضرتك صيدالي لو لقيت العيان ده مكتوب له سيبروفلوكساسين وهو ما بياخدش الأكل على السطمك وبياخد على جيجيناستومي اطلب من الدكتور ان هو يبدل الفلوروكينولونز بنوع تاني من الانتيبيوتكس او يلجأ لروت تاني من الفلوروكينولونز لو الانفكشن خطير لانه امتصاص الدواء هيبقوا قليل برضو حضرتكم مفروض تبعارفين كويس التجريتول اللي هو الكاربامازابين الكاربامازابين ده هو انتي ابلابتك وبيستخدم برضو في الدياباتك نيراباثي وبيستخدم دلوقتي في الديبراشن كمود ستابليزر ليستخدامات كتيرة الكاربامازابين من الحاجات اللي برضو ما بتحبش ابدا انها تروح small intestine امتصاصها احسن جدا في ال stomach فلو العيان ده برضو على جيجينوستومي مش صح ان انا تدينه كاربامازابين المعلومات ده حلوة جدا انه محدش عارفها غيركم بس للاسف المعلومات ده قليلة لانه ما بتعملش studies كتيرة تعرفنا بقى معلومات وخبايا زي دي عن الادوية فمهم ان حضرتك تبقى عارف location بتاع الفيدن تيوب فين اخرها فين هتوصل الدول للعيان ولا لا وعلى العكس فيه ادوية ما بتحبش الاسيديتي خالص لو حضرتك هربتها من ال stomach تب تنبسط زي مثلا ال digoxin digoxin بالادوية اللي لما تديعج الجناصتم يجين متاج احسن كتير ده لازم تاخد بالك لحسن يبقى toxic مهم برضو ان حضرتك لما تدي دوة للعيان بتاع الرويل تاخد بالك انك ما تديلوش دوة يسرع الموتيلتي او اي عيان على فكرة لما تديله ارث غالي ما تديلوش بعدها مثلا موتيليوم لانه هيسرع حركة الدوة مش هيدلو فرصة كفاية ان يحصلوا ابزورش بنعمل كده دايما ناخد بالنا دايما لما بنيجي ندي ادوية بعد عمليات الزرع الادوية الاميونو سبريسنت بعد الزرع اللي هي زي البروجراف والحاجات دي هنتعرف عليها ان شاء الله قدام غالل جدا الارث ممكن يوصل الى 40-50 جنيه دلوقتي او اكتر يمكن الادوية دي لو اتاخد معاها ادوية معدة بتسرع حركة الامعان ما بتلحاش يحصل لها انتصاص فبتخسر مثلا دصها فحرام لازم تغير التوقيتات تضبط التوقيتات برضو العيان اللي بتعمله تشفيت دي كومبراشن او سكشن اهلب العيانين بتعملهم تشفيت لازم معادة تشفيت يبقى معادة الادوية لانه الادوية حتتشفت كلها هتطلع فلازم تفصل كل دي سنس محدش يعرفها غيرك بتاع نيوترشن سبورت فارمسي وده الفق بينك وما بين الفيزيشن يعني او الكلينيك النيوترشنست انه حضرتك شغال ادوية فاهم الكلام ده اكتر عايزة بقى ادخل معاكو على حاجة تانية خالص بس مهمة جدا جدا وبرده هتبقى لعبتك انت بس ساعات بنتسهي الاسئلة حتى في الصيدلية يتقلن يا دكتور انا مثلا اديت لابني نص حقنة السيف ترايك زون النص التاني من الحقنة اخليه ولا ارميه احطه في التلاجة ولا ما احطوش هل بيبوز من المية ام من السوري من الضوء ومحتاجي دغطة ولا لا ساعات بنتسهي الاسئلة عن الاستابيلتي بتاعت الادوية وساعات بنتسهي الاسئلة عن الكمباتابيلتي يعني مثلا يقول لنا هل ينفع ان انا مثلا احضر حقنة السيف ترايك زون مثلا وحط معاها مسكن على نفس الحقنة ولا ده يبوز ابوازه بعض الاسئلة دي ما بنتسئلها ما بنتعرفش نجيب الحلول لانه الباكيج انسرت او البامفلت بتاعت الدهو ما بتبقاش حطها لاجابات الاسئلة دي اجابتها هتلاقوها في كتاب مهم جدا هو اهم حاجة من نهار ده هتعرفوها ما بيجي اسم التحين بس ده ليكم الكتاب ده اسمه هاند بوك اون انجاكتابل دروكس بتعمله هيئة اسمها الامريكان سوسايتي اوف هيلث سيستم فاربسيست وبتنزل منه اديشن كل سنة المؤلف الرئيسي في الكتاب ده اسمه لورنس تريسل فهتلاقي اغلب الناس عارفة كتاب باسم تريسل كتاب مشهور جدا يعني اغلب الناس اشغالة في مستشفيات عارفة تريسل كتاب محترم جدا 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 للادوية الـ IV خدوا بالكو الـ IV بس مش هتلاقو الـ IM مش هتلاقو الـ Subcutaneous الـ IV بس بيتكلم عن كل دواء طبعا ماني الادوية الـ FDA Approved الادوية اللي مش وقته Approval مش هتلاقيها في بعض الادوية الناس بتوع الأنكولوجي هيبعارفين انها مش موجودة مثلا زي المونوكلون الـ Antibodies مش هتلاقيهم خالص او دلوقتي بدأوا يدخلوهم واحدة واحدة اي دواء حضرتك عايزه هتدور عليه هتلاقيين امرأة واحد بيقولك الـ Stability بتاعته هو نفسه هو مثلا كفايل لو حضرتك بس فتحته وسحبت منه وسبت الباقي يعيش قد ايه طيب افرد هو باودر وحضرتك حليته عملت له Reconstitution هتلاقيه بيقولك الـ Reconstituted Vial بيعيش قد ايه طب افرد حضرتك سحبته وحضرته على محلول ملح وعلقته مثلا للعيان يعيش قد ايه فحتلاقيه بيقول لحضرتك Stability of Diluted Solution طب افرد حضرتك عايز تحط دوايين على بعض حتلاقيه بردو بيقولك الـ Compatibility ما بين الدوايين دوروا بعض لو عايز تعرف الدوا ده بيتحضر على سالين ولا على جولوكوز ولا على رينجر هتلاقيه كاتب لو عايز تعرف الدوا ده ينفع يتحط في سرينجة ولا بيتفاعل مع البلاستيك ولا لا هتلاقيه كاتب لو عايز تعرف الدوا ده photosensitive ومحتاج يتغطى ولا لا هتلاقيه بردو كاتب فبصراحة الكتاب مفيد وعلمني حاجات انا مكنش عارفاها مثلا علمني ان انا لو بحضر للعيان لازكس بجرعات كبيرة Infusion اغطي الازازة عمري ما كنت بغطي اللازكس بس اتعلمت انه photosensitive لو بكميات كبيرة PH قليل علمني ان انا اغطي الفيتامينز حقا الفيتامينز كلها لما علقها للعيانين البيكوزيم او البيكمب بيتعلقوا على محلول ملح علمني اغطيها الكتاب مهم جدا والميزة انه موجود فيه free online يعني الصياد اللي بيدول بعض بيكتهدوا ويدول بعض انا عندي online version قديمة شوية لو حد يحب يبعث لي على واتساب الايميل بتاعه ابعتها له الفيسبوك جروبس بتاعة الصيادلة المشهورة هتلاقوها دايما بتنزل النسخ الجديدة بتريسل لان الكتاب بصراحة غالي جدا وبرضو في حاجة المعلومات من تريسل ما تتخدش وتنصح بيها العيان غير لما يكون رجعت للسينيور بتاعك لانه اراية تريسل محتاجة خبرة مع الخبرة بتفهم الطريقة اللي بيكلم بيها لانه مش دايما بتبقى واضحة في الاول فهستسمحكوا بس قبل ما تطلعوا المعلومة في الاول ارجعوا للسينيورز انفهم تريسل نفسه شوية محتاج تجارب واخدوا ملكه ما تستهتروش ابدا الدكاتة بيحبوا يحضروا حاجات على بعض دايما اولا علشان خاطر يسهلوا الموضوع على التمريض او عشان يقللوا عدد المحليلي اللي بتتعلق مش كل الادوان فتتحضر على بعض وساعات لما بتقول للدكتور او الصيدالي الدواء ده ما ينفعش يتحضر بيقول يا باكينان ما انا حضرتهم ومعملوش اي راصب وخلاص لأ حضرتك مش شايف الراصب حضرتك عشان تشوف الراصب لازم يكون اكبر من 50 مايكروميترز بس في رواسب اقل بكتير من 50 مايكروميترز لا ترى بالعين المجردة بس ممكن تسد شرايين وتعملوا وفاية وساعات حالات الوفاية ما بتتفهمش انها بسبب اللخبطة دي بيفتكروا مثلا انه هي انه العين ترميل ان العين تعبين اي سبب تاني جات له جلطة بسبب الرأدة اي حاجة وده غلط فما تحضرش دواء اتنين على بعض متعملش ميكس جي لما تكون حضرتك متأكد ان الميكس ده كوباتبل بليز يا جماعة برضو في الصيدليات موضوع الحقن اي ام اللي بتاخد على بعض دي لازم نبقى متأكدين انهم ينفع تحضروا على بعض بس بصراحة في الاي ام مش قضية قوي لانه حتى لو في راصب هو داخل على العدلة مش مقساة يعني انما اي في هو اللي بي بمقساة كبيرة في موضوع تاني برضو اعيز افتحه معاكو في المحاضرة دي هو نوع الكنتينر اللي حضرتك بتستخدمه وبتحط فيه الاكل هل بتحضر في ازاز ولا بتحضر في بلاستيك ده مهم جدا لانه البلاستيك بشكل عام مش صديق الادوية الا طبعا البلاستيك الجديدة اللي طلعت البوليفينايل اللي زي مثلا شركة اوتسوكا مثلا الانسولين من الحاجات اللي بيحصلها ليتشي بشكل كبير جدا على البلاستيك بزات في بلاستيك ممنوعة عدلوقتي محرمة دولية اللي ماينفعش تشتغل بيها اللي هي معمولة من الدي اي اتش بي لانه حصل حالات وفيات وتسمم لاطفال فبطالوا يستخدموها خالص عايزيكوا تقرؤوا الكلام بالذات لانه معلمة عليه بالاصفر وتستمتعوا كده وتركزوا معيه الجدول ده بيتكلم عن الفاكتورز اللي ممكن تأثر على الجاسترك امتينج يعني مثلا لو زودت الفيسكاسي بتاعة الدواء اللي بتدخل او الاكل اللي بتدخل بيه طبيعيا الامتينج هيبقى بسيء لانك داخل بحاجة تقيلة محتاجة وقت في الهضم لو زودت الفوليوم الاستومج بتاخد وقت طويل في انها تتعامل مع الاكل انما السمول باول زكي بيبقى الاكل معظم وتهضم فلو الفوليوم كتير مية بينزله بسرعة حاجة ما بيفرقش معاه احنا اتفقنا مع بعض ان الاسمولالتي مثلا ليه علاقة مباشرة مع الموتيلتي بالذات السمول باول موتيلتي لو انت تستخدم حاجة الاسمولالتي بتاعتها عالية السمول باول هينزلها بسرعة جدا ممكن يحصل اسهال او دامبينج الادوية طبعا ليه علاقة جدا بالجاستريك امتينج فيه ادوية لازم تبقى حافظة انها بتبطى الجاستريك امتينج اللي هما الانتيكولينيرجيكس ادوية الماغس الناركوتيكس كل الاوبيويتس ودبقى اسمه اكتيريو تايت اسمه في السوق سانتوستاتين هنتكلم عنه كتير اوي ان شاء الله في المنهج طيب تعالوا نقلب مع بعض بردو ونقف عند نقطة تانية نقف عند النقطة بقى ساعات في بعض الصادلة وبيعاد فزلك وفيها طريقة احدى مندي للعيانين اكل متوقع ان الاكل دا يبقى فيه فيتامين كي فييجي واحد صيدال يقولك خطي بالك الاكل اللي انت بتاكليه ده ممكن يعمل انتراكشن مع الورفين اللي العيان بياخده لان الورفين ما بيحبش فيتامين كي المفروض حضرتك كواحد دارس وعرف تقوله لا ما تقلقش لانه نسبة فيتامين كي اللي موجودة في الاكل قليلة جدا عمرها ما هتبقى كفاية انها هتعمل انتراكشن مع الورفين الكلام دا يحصل لو فيتامين كي اي فيي انما طول ما همهور او انترل صعب جدا انه يعمل انتراكشن مع الورفين طيب الادوية الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنه من النهاردة اللي هما الفينيتوين الكاربامازبين والفلوروكينولونز مشروحين عندكم هنا باستفادة انا وانا بشرة هقولتلكم موجودين في الاخر فالفينيتوين الكلام اللي انا حكيته عنه هتلاقوه مكتوب هنا كاربامازبين هتلاقيه مشروح الكلام اللي اتكلمنا عنه فيه ومتزود معلومة مهمة قوية الكاربامازبين لما بيكون دواء شرب لازم تحضره مع مياه بنسبة 1-1 يعني 5 ملي من الدواء اتصاده 5 ملي مياه خدوا بالكم لما يكون سسبنشن انما الكاربامازبين لو الكزير مش المفروض يتحط عليه مياه خانص دي معلومة لازم تاخدوا بالكم انا بنسبة للفلوروكينرونز فقدامكم برضو الكلام اللي انا اتكلمته عن انواع الفلوروكينرونز وقد ايه بيحصل لاص انا الشابتر ده بزيت ماردتش اعمله كتابه واخدته كله سكرينشوت لانه ناس كتيرة مش هتفتح الكتاب تتعامل معاه فحبيت ان يبقى اصحاتكم الكلام بتاع الكتاب هتلاقوا هنا كذا سؤال MCQ لطاف عايزاكوا تقرؤوهم وبعد يزنونكوا تحلوهم عشان اللي مش عارفينه نحلو مع بعض الاسبوع الجاي في المحاضرة بتاعت الـ revision وبعدين في اخر الـ presentation هتلاقوا topic اسمه growth factors الـ topic ده احنا كنا بنذكره او بندرسه وبعدين اتشال من الكتاب اتشال من نسخة 2012 وتشال من النسخة الجديدة بتاعت 2017 فالمفروض ندرسه او بس انا بصراحة بفضل ان انا اديكم فكرة عنه عشان برضو تبقوا فاهمين ومش لازم تذكروا يبقى ما تذكرهوش اوكي لانه تشال بس عارفوا مني الكلمتين اللي ممكن تستفيدوا بيه بصوا يا جماعة growth hormones من اكتر الحاجات الـ anabolic في جسمنا لانه ربنا خلقوا عشان نكبر عشان نبني ففيما انه انابوليك العلماء فكروا ان احنا ممكن نستخدمه للناس اللي في الرعاية اللي حالتهم صعبة جدا وhyper catabolic احنا قلنا العينين بتوع الاسترس اغلامهم hyper catabolic فتبقى فكرة حلوة لو انا ايه اديت لهم دواء انابوليك يساعدهم على البناء في الحقيقة دي فكرة حلوة جدا بدأوا فعلا يستخدموها لمرضى بالذات مرضى الحروق اللي في الرعاية بعد فترة بدأوا يلاقوا side effects كتيرة جدا زي مثلا ان السكر بيعلى جدا لان جراس هورمون على قد ما بيشتساعد على البناء والانابوليزم بس بيزود السكر بيزود الضغط وبيخلي الجسم يعبي ميا وفي الحقيقة لقوا جروبات او جروب العينين اللي بتاخدوا growth hormone عدد الوفيات فيهم كان اعلى فالFTA نزلت اعلان قالت فيها جماعة انا مش حدي ايه growth hormone تاني بيعمل مشاكل كتيرة قوي وhypertension وساعد بيعمل حاجة اسمها Carpel tunnel syndrome اللي هو الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي الاعصاب اللي في الايد دي بتلتهب فالFTA قالت لهم بصوا احنا مش هندي تاني growth hormone لأي عين بعد فترة فكروا وقالوا ما احنا ندور على حاجة شبه growth hormone في الميزة بتاعته بس ما يكونش فيها side effects بتاعت growth hormone فبدأوا يستخدموا او يطوروا مادة اسمها insulin light growth factor موجودة في الجسم بتبني كويس بس تأثيرها على السكر قليل وما بتعليش الضغط وما بتعملش المشاكل بتاعت growth hormone للاسف لغاية دلوقتي ما تلاعت لناش في صور الدواء استخدموا مع العينين وما لسه بيشتغلوا عليها بعد فترة قالوا طب احنا ممكن بما ان الانابولك ستيرويدس بشكل عام بتتاخد عشان تكبر المسلز وتقويها ما احنا ممكن نستخدمها للعينين اللي بيحصلون بروتين كاتابوليزم وبيخسروا المسلز بتاعتهم فبدأوا يستخدموها بس لما بدأوا يستخدموا التستستيرون والمواد دي لقوا انه العينين الميل كاركتر عندهم بتتلخبط فقالوا لأ احنا عايزين المادة دي تكون انابولك وبتبني بس ما تكونش اندروجينك عشان ما تلخبطش الهرمونز فطوروا مادة اسمها اوكساندرولون دي هستخدمها ان شاء الله لما اشرح لكم الكانسر ولما اشرح لكم الـ HIV بنديها للعينين عشان تساعدهم في الانابوليزم وتساعدهم يعوضوا الخسران الوزن الكتير اللي مروا بيه بنغير ما تأثر على الاندروجينك كاركتر بتاعت العين انا كده الحمد لله خلصت النهارده حد عنده اي سؤال وخلينا فاكرين انه الاسبوع الجاي اللي بعده عندنا امتحان في اربع محضرات مايكرو نيوترينز مايكرو نيوترينز فلودز وإلكترولايتز والفرماكوثيرابيوتيكس اللي احنا شرحناه النهارده محضرة النهارده وخلينا نتفق ان الاسبوع الجاي ان شاء الله مراجعة لما سبق هنحل كيسز ونحل الاسئلة بتاعت الامتحان ان شاء الله لو حد عايز مني اي حاجة انا موجودة على واتسعب نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله شكرا يا جميع اشتركوا في القناة